السلام عليكم ورحمة الله توضيح بخصوص التسجيل بنظام الانتساب بالمدرسة الالكترونية طبعا قبل كم ساعة نزلت وزارة التربية قالت اللي يسجل بنظام الانتساب هاي السنة اللي حتجي 2024-2025 اللي الطالب اللي يسجل نظام الانتساب لازم يسجل بالمدرسة الالكترونية اجباري لان اكو قسم من التعليقات يقولوا لي ستشون نسجل وشون احنا ما نريد المدرسة الالكترونية نريد يعني بس نظام الانتساب فنقولكم وزارة التربية ما تقبل نظام الانتساب اللي يسجل كسواء كان مريض او يعني مو هو قالوا حالات مرضية وبعدين قالوا عام لا هسه مريض ولا غير مريض لازم اللي الطالب اللي يسجل بنظام الانتساب يسجل بالمدرسة الالكترونية وان شاء الله المدرسة الالكترونية ان شاء الله بس تنزل تعليمات عليها رأسا ننزلها لكم وهي هذياتها هذي 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 المدرسة هاي التعليمات ان شاء الله راح نوضحها لكم بالفيديوهات اللي حتيجي يعني لازم اجباري اللي يسجل بنظام الانتساب يسجل بالمدرسة الالكترونية وهي المدرسة الالكترونية ترى بفلوس بفلوس